اتنين تعالوا على هدف الاهل التاني برضو تقالك انبارح قصت الهدف غير صحيح هدف ايه اللي غير صحيح بص على تفاصيل اللعبة وعتلاقي حارس مرمى البلدية اولا فيه مسك ما بين رامي ربيعة ومدافع فريق البلدية اللي تتم مسكين فيه بعض فاحتكاك عادي داخل منطقة الجزاء ولكن فكرة انه تقالي ان رامي دفع لعب البلدية ده ما حصلش لما تركز في الزاوية تاني وتبص عليها تاني وثالث ورابع هتلاقي حارس مرمى البلدية وهو بيقع بعد ما حاول يطلع الكرة نزل على رجل لعب البلدية فسقط على الارض رامي لزاق حد ولا بالعكس انت لو عايز تتكلم قانون بجد اللعبة دي ضرب الجزاء للاهل لصالح رامي ربيعة ضرب الجزاء للاهل لصالح رامي ربيعة ولكن انبارح برضو اتقال رأي تحكيمي عمل بروباجندا قدامناها اللعبة على الشاشة بص الحارس نزل ازاي على لعب البلدية واضحة جدا يعني لما تيجي قابل الكرة ما يجيبها مودل ستجون وطبعا مراجعتها في الفار والحمد لله ما فياش تسلل وهدف سليم مية في المية لكن تبص على اللعبة حارس البلدية نزل على سمانة رجل لعب البلدية فوقع اهي بصوا على كده واحد عادوا منبطق بس اللعب بصوا نزل فين نزل على لعب البلدية مفيش زق فاللعب وقع هو اصلا ماسك رامي وبعدين لو تبص اصلا على كمال لعبت البلدية وبتبص على اللعبة ساعة المباراة وقتها هم بيتكلموا على فاول على محمود بتولي يعني حتى التحليل التحكيمي بيتكلم في حاجة والناس بتكلم في حاجة تاني هدف سليم مية في المية هل الناس ممكن تقول اصلا دي اخطاء زي مباراة اسموحة والزمالك لا 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 الاهل المبارح كانت ظلم تحكيمي مش عايز اقول لفظة صعب بس ظلم بين والقرارات التحكمية زي ما قلت لحضراتكم لما بتبقى مع الاهلي لا ما بتطلعش بسهولة الصفارة بتطلع بالعافية تطلع بالعافية وخدوا بالكو كمان ده الناس لازم تحمد ربنا الاهل يكسب ومع ذلك الاهل مستق جدا من الاداية التحكيمي ومستق جدا من سياسة لجنة الحكام ومن ضمن المفاجآت كمان لجنة الحكام كالعادة يعني سعيدة بالاداية التحكيمي انا المرة دي بقى معايا مستند بس ما ينفقاش عارضه طبعا بالتأكيد صوت اللجنة والتصويت على الالعاب او الكلام على جروب اللجنة شابول تاكم التحكيم ادارة تحكيمية متميزة هنهزر محنا لما طلعنا قلنا كده على الاحداث اللي حصلت في مبرات سموحة والزمالك وبيرير شاف رد الفعل قوي على طول غير كلامه ونفع حتى التصرحات اللي نزلت في القاهرة 24 ومحمد الصباحي لعب والبنة لسه ملعبش يبقى الزمالك تزلم ولا الزمالك التحكيم كانوا في صفه في المباراة دي تبقى لقرارات بيريرا معنا ان الصباحي يلعب يبقى الزمالك ما تزلمش يبقى اللجنة بتاعترف ان طاقم التحكيم ظلم سموحة بدليل ان الصباحي لعب مبارع في الدوري والبنة موقوف ما نزلش وما لعبش الاسبوع ده البنة ما نزلش ولما الصباحي ينزل يبقى اللي احنا قلناها كان صح بس يبدو ان اللجنة الضغط بيجيب نتيجة احنا بنضغط اعلاميا طبقا اللي احنا بنشوف في المباراة لكن هل في ضغط خارجي هل في تدخلات هنا قلت قبل كده فيتر بيريرا قبل كده كان عايز اعين قطقم تحكيمية في مباراة مهمة وكان بيغير قراره طبقا لتدخلات من مجلس دارة الاتحاد على رأسها مباراة الاهل والزمالك مرة واثنين مرة واثنين ادي بالنسبة ليه لداء التحكيم بالمناسبة كمان الوقت الضغط اللي اتحسب من بارح طبعا تسع دقائق غرفة الفار هي اللي قالت لحكم تسع دقائق حكم اصلا ما كانش عايز يدد تسع دقائق على فكرة كان عايز يدد حوالي ست دقائق كان عايز يخلص من المباراة حكم صغير عايز يخلص من المباراة ولكن لما تبصي كمان على التسع دقائق ما تلعاشوا منهم جرديتين تم اضافة الوقت الضغط تاني بس عشان ايه الاهل كسبان تخيل بالا والاهل خسران هل التسع دقائق دول هناخد علوم التسع دقائق تانية الهام الجاي هنشوف بصوا هلأ بصوا الزاوية دي ايوة بصوا حارس البلدية نازل فين ها اعتقد الصورة واضحة الصورة واضحة جدا نزل على زميله فين الدفعة مفيش دفعة نزل على مين نزل على زميله اه الزاوية دي على فكرة هو اللي الفار اعتمدها وقال للحكم مفيش اي فاول رامي ممسوك يعني انت لو عايز تحسب بقى اللعبة دي ضرب الجزاء للاهل واضحة جدا ولكن في النهاية الحمد لله الاهل كسب عدى من كمين كان صعب جدا 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 الناس تقولي